تعد جراحة العظام من الجراحات التي تهم شريحة واسعة من الناس نظراً لارتباطها بمكون أساسي في جسم الإنسان وأيضاً حوادث يمكن أن تؤدي لكسور أو شروخ في العظام للحديث حول هذا الموضوع وأيضاً عن جديد جراحة المفاصل الاصطناعية ينضم إلينا من بيروت دكتور كير لجميل اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري صباح النور دكتور بير وأهلاً وسهلاً فيك معنا صباح النور ويخلي لنا إياك يا دكتور رح ابتدي بهيك سؤال عام ما هي عمليات المفاصل الاصطناعية؟ عرفنا عنها دكتور عمليات المفاصل الاصطناعية اللي أكتر شي شائعة هي عمليات تغيير مفصل ألولك والركبة أكتر شي شائعين بغير مفاصل وبغير فيه يكون فيه فينا نعمل بروستيزيز فينا نغير مفصل الاصطناعي بالكاحل بس ما كانت ناشحة كتير مع الوقت يعني من 30-35 سن لحد هلأ هبتتطور بس بعدها كتير صعب يعني ما لنا شائعة كتير تيصير فيه تكلس أو مشاكل بالكاحل وتنعمل مفصل بالكاحل قليل كتير أكيد فيه مفاصل الكتف كمانا كتير ناشحة مفاصل الجديد يلي بتخلي المفصل الكتف ياخد حركة كبيرة وشيل كل الألم تبع التكلس أو إذا فيه كسور فإذا أكتر شي شائع هو المفصل والركبة فيه الكتف فيه الكاحل بس هالمفصلين أكتر شي شائعين شو تعريف فيهم ليش هالمفصل بنعمل ليش هالمفصل بدنا نغيره وقت مصلى وقت المفصل فيه بقلبه تكلس بالركبة مثلا أو بالورك يعني المادة اللزجة بين عضمتين بالركبة صار مختفي كليا وما فيه حركة كاملة يعني فيه شغلتين الألم الألم الوجع لأن اختفى المادة اللزجة وبعدين ما فيه حركة كاملة ما عم نقدر نمد ركبتنا كليا بيصير الشخص يمشي هو وطاوي ركبته طاوي ثاني ركبه وماشي بطريقة كتير صعبة وصعب يمشي بهالحالة يعني بآخر درجات التكلس منعمل مفصل استناعي نعم قبل وقتا بيكون فيه قبل قبل فالجريد القبل مفروض نعالج طبيا إن كان بحقن كلاجان وحقن كارت إذا تشبقال بالمفصل تنغلي في المفصل تنعطيه كل المجال لهالشخص ما يوصل للمفصل استناعي بس إذا حكم علينا بدنا عمل مفصل استناعي إن كان بالورك أو بالركبة مفروض هون نغير نغير المفصل ونحط مفصل استناعي اللي هو من مادة من مواد حديدية وبلاستيكية تسمح له بالحركة وتشيل الوجع كليا وتعطيه تقريبا حياة طبعية مثل قبل ما صار فيه التكلس هلا أكيد عم نقول إن احنا التكلس هو السبب الأساسي ولكن فيه أسباب أكثر غيرها وقتا بكون فيه صدمات ما هي هذه الأسباب؟ الأسور كسر بالورك أو كسر على الركبة يعني إذا صار فيه مثلا صدمة وصار فيه كسر على عدمة المفصل بالركبة بين عدمة الفخد وعدمة الصاق دايما بقولها الجيمني ودايما بكررها لو شو ما عملنا عملية ده حتى نرجع نزبط نرجع نحط المفصل الكارتيلاج نادي اللازجي بطريقة كتير كتير ميحة ما يكون فيه أي فرق مثل قبل حتى لو عملنا العملية معروف إنه بعد كزا سنة هيدا الكسر على المفصل مثل كوب الكريستال كوب الكريستال اللي انكسر لو لازالي ما رح يرجع بظل عنده أثر موجود هون هيدا الأثر أرتروجين بده يعطي تكلس بعد كزا سنة فإذن استضمت على المفاصل التكلسات ومنعرف إنه مرض التكلس هيدا مرض جيني موجود بالخلية عندنا ويراسي يعني بالعائلة منعرف إذا أمنا بينا عنده تكلس بل نصال له المرض التكلس يلي هو تكلس فيكون بالركبة بالورك فيكون بالأصابع فيكون بالكتف بحيالله مفصل موجود هالتكلس يلي هي المادة اللازجة عم تنتزع نتفو نتفي وعم تتآكل نتفو نتفي حتى تختفي وتعطي هالجمود بالمفصل والأوجاع دفتر بيار أهم سبب ديما خبرني عن السبب الثالث عمال داء العصبي نعم نعم خبرني عن السبب الثالث إيه السبب الثالث هو هو الداء العصبي وقتا يكون عندنا عصبي الريماتيزم أو الأملاح الريك أسد أشخاص عنده أملاح عم بيصير بطريقة الأكل أو طريقة تصرفه عم بيزيد هال عم بيزيد الأملاح الكريستالز بقلب المفصل بيصير فيه تآكل على المادة اللازجة الكارتيلاج وبينتزع المفصل بيصير فيه عنده تكلسات وأكيد الروماتيزم والعصبي إذا ما تعالج بطريقة صحيحة بدي يصال لوقت أنه ينتزع الكارتيلاج كليا ويصير فيه تآكل هلأ آخر سبب وأهم يعني سبب أليل كتير هو عن الأشخاص اللي بيعملوا رياضة عنيفة الأشخاص بيشتغلوا بيعملوا كومبيتيشن يعني يعني هن أبطال مثلا اللي بيعبوا بالفوتبول البروفيشنال على درجات عالية وبيعملوا تمرين عطول بيعطوا ضغط على المفصل مع الوقت بيصير فيه بنسميه أوفريوز من كتلة استعمال المفصل بيقدروا ينزعوا المفصل ويصال لشيء اسمه تكلس بالمفصل وينتزع هالماده اللازجة بالمفصل إذا ما وصلنا قبل بوقت نعالجه تنجمد هالتطور بالتكلس يصال لوقت غاب كل هالماده اللازجة بالمفصل وينتزع المفصل فعنده تكلس بدرجة الأخيرة دكتور بيار يعني هو الحل الأخير جراحة المفاصل يعني بتجربوا تعاملوا كل شيء كأطباء إذا ما في حال توصلوا لهذه الجراحة هوني بدي أسألك يعني هل في يعني أنواع وقاية للأسباب الأربعة اللي ذكرت ليها أنه ما نوصل يعني خاصة لما حكيت عن التكلس وعادة بيكون ويراثة بيقدر يعني هالشخص يقوم بوقاية معينة لا يتجنب حدوث هالتكلس هيدا بالجسم أكيد 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 مية بالمية مشين هيك في عنا علم جديد ما بعرف إذا حكيت عنا قبل هالمرة بين الجينيتيك والإبي جينيتيك نعم الإبي جينيتيك وتغيير الجينيتيك تبعا الشخص بطريقة الطريقة الحياة الإيجيان دوفي طريقة الحياة اليومية نعرف أنه عنده تكلس وعنده الجين بالخلايا هالجين عم بده يعطي أمر ينزع المادة اللازجة مع الوقت مع العمر مع طريقة الحياة منقدر نغير نعمل إبي جينيتيك كيف نغيرها بطريقة الحياة اليومية يعني منطلب من الشخص تطريق رياضة نعمة ما يعمل رياضة آسية ما تكون رياضة قوية وعلى هي ضغط على المفصل يعني السباحة أحسن شيء سباحة لأن تسمح لحتى اضطر المفاصل وتحرك المفصل وتسمح للعضلات تتكون بطريقة تدريجية مش بطريقة وحشنة يعني بكترة عم نضغط على المفصل حتى نعمل هالعضل بكون في عنا عضل بس بذلك الوقت عم ننزع الكارت معنية السباحة هي رياضة كتير مهمة طريقة الأكل اللي نستعمله نعرف فيه أنه هلأ بالعلم جديد كل الأكل يلي هو الكالاين باز منو أسيد بيحمل مفصل بشينيك الأشخاص يلي بكون عنده طريقة عم عارف أنه بديسي عنده تاكلس بنصحوا يأكل خضار ألبان وأجبان بيشيل اللحم الحمرة بحياته اللحم الحمرة كتير مزنجي بيقدر يأكل بس بطريقة كتير كتير قليلة لأن هي كتير أسيد تنزع الكارتلاج يعني أنه بديه فيه وقايات إن كان بالأكل بطريقة الحياة فيه مثلا فيه هون سلالم درج درج فيه الإليفاتر بفضل إخد الإليفاتر ما إخد الدرج لأنه بعرف أنه طلعات الدرج أو نسلات الدرج بتنزع مفصل الركبة ومفصل الصبونة صبونة الركبة هذه بالحياة اليومية منقدر نسهده نعطيه شوية النصائح وقت ما يكون تبلش التكلس بدرجة 2 أو 3 وهي دي بشد علي مفروض ينعمل حقن داخل المفصل يلي هي حقن كولاجان وحقن كارتلاج يلي هي الهيارينك أسيد يلي بيغل في المفصل وبيساعده مش بنعمله مرة بالعمر ونقل له الله معك لأ بيرجع كل فترة حسب درجات التكلس بعيد هالحقن أو بعد 6 شهر أو بعد 8 شهر أو بعد سنة وميصير كل فترة بعده تلعمل استابيليزيشن وما نخلي سي تدهور بحالة كارتلاج عنده طيب دكتور كتير مهم اللي ذكرته وصبول الوقاية إذا لابد وبدنا نعمل هالجراحة يعني هالجراحة المفاصل هي حل آمن حل آمن ممكن يكون في مضاعفات لهذه الجراحة متمرينين نعم أكيد فيه مضاعفات فيه اشتراكات ومضاعفات مثل كل العمليات أول شي فيه الانفكشن الالتهابات فيه ميكروب بطريقة ما وستت على هالجسم نعم فيه تكون من جسم الشخص أو جاية من غرفة العمليات أو المستشفى أو شو ما كان أو من جسمه اللي عنده ضعف بالإمونيتي ضعف بالمناعة عند شخص عنده هو مشكلة سكري وقتا يكون فيه داء سكري فيه ضغط سكري أمراض أو أمراض سرطانية وما غيرها فيه ضعف بالمناعة مفروض نعطيه إدوية لتكوية المناعة ننتبه وناخد كل احتياطاتنا حتى ما نخلي هالجرسومة تعمل الالتهاب بالمفصل نعم فأذن أول شي الجرسومة تقدر تعمل فيه الالتهاب تاني شغلي الفلابيت يعني الجلطات كتير مهم وقتا يكون فيه جلطات بنعمل عملية ومنحط سمنت تنجمد المفصل الاصطناعي إن كان بالركبة أو بالورك بنقدر نعرض هالشخص يصير عنده جلطات لذلك كمان ناخد احتياطاتنا يعني مش إنه فيه شغلي خلص أعمل جلطة لأ مفروض ناخد احتياطنا قبل بوقت نعطيه حكم لتسهيل الدم قبل وبعد العملية حتى ما أعمل جلطات ما يصير فيها المضاعفات هلأ أكيد فيه طريقة العملية فيه العملية مثلا ما تكون معمولة بطريقة منيحة الكطع اللي حطينا إن كانت الكطع الحديدية أو البلاستيكية منهم محطوطين بشكل صحيح هل لو حطينا سمن تنلزق هالمفصل هيدا السمن بيقدر يعمل شيء اسمه يعني بيصير هال الماد اللي حطيناها السمن بينتزع وبتتحرك المفصل المفصل الاصطناعي من المحل وبيعملنا مشاكل مشبورية نعمل عملية مرة تانية فإذا لذلك مفروض تكون في عنا خبرة بالعملية وناخد كل احتياطاتنا حتى ما ناخد ما يصير فيها المضاعفات اللي هي مضاعفات كارثية يعني إذا صار في عنا التهابات بمفصل الركبة مفروض نرجع نعمل عملية التنظيف والشخص بده ياخد مضادات حيوية وبدنا ننتبه له على فترة طويلة وبعد الأحيان نصل لآخر مراحل إذا فيه مشكلة كبيرة والتهاب ما عم نقدر نوقفه لهذا الالتهاب الجرسومي نصل لوقتي نجمد المفصل شو ممكن نستفدنا إنه كنا عم نعمل عملية حتى نزيد الحركة هون بطل فيه حركة أبدا أكيد نقدر نشله الألم والواجع طبعا التكلس هيدا شقف من المشكلة نحلت بس المشكلة التانية ليه الحركة ما قدرنا نحلينها نعم لذلك مفروض ناخد كل احتياطاتنا خاصة بالبروتازات هلأ البروتاز المفاصل الإصطناعية الجديلة عم نستعملها حتى نعطيه كل المجال للشخص يكون عنده حركة كاملة نعم ونقوم أقل اشتراكات أقل مشاكل تصير معنا بهالعمليات نعم دكتور بدي أختم يعني بسؤال أخير نعم الأشخاص اللي عندهم هشاشة عظام البروتوكول الجراحة وخاصة جراحة المفاصل يختلف لهؤلاء الأشخاص مية بالمية لأنه وقتا بكون فيها هشاشة عظام بدنا نحط المادة الآسية يعني هي كتير آسية مادة حديدية ومادة بلاستيكية وبدنا نحط السمنت عم نحطه على عظم هاش ضعيف بيقدر يعمل مشاكل بهالمادة السمنت اللي عم نستعمله لذلك أنا بفضل أعطي علاج لتكوية العظام قبل ما نقوم بالعملية والحقيقة الحقيقة إذا بدك رأي مية بالمية مفروض نعمل كل جهدنا عن الشخص عنده هشاشة عظام نعمله علاج نحسن العظم لأن هلأ بالعلاجات الجديدة نستعمل لها الشاشة العظام عم نصل لوقت نصحح الشخص نرجع على قوة عظم طبيعية ومن بعد ما نوصل لقوة عظم طبيعية أكيد أهم شيء قبل نصل للعملية نعمل كل جهدنا نستعمل ما زال لأنها الحكم اللي بغز المفصل ونعطيها علاجات شو مفروض نعمل علاجات قبل بوقت حتى ما نصل على الدرجة الأخيرة لتغيير المفصل أكيد مفروض نستعمل ما نصل للمفصل الاصطناعي حتى للمفصل الاصطناعي صارت كتير متطورة لأن هلأ بنعمل بسموه anatomic prosthesis يعني بتاخد شكل الإجر بنعمل على الكمبيوتر وعلى بنعمل سكانر قبل وقت بنقدر نعطي للشخص فوق الشكل المفصل الاصطناعي اللي هو لإله لجسمه منه حي الله مفصل الاصطناعي عم نستعمل لكل الأشخاص وبيعطي نتيجة منيحة وخاصة وقتا منقدر نحط بالورك خاصة هل المفصل الاصطناعي المبعوض السمنت يلي بيخاوي الجسم هيدا هو التطور الجديد عم بيسير اشتركوا في القناة